اهلا وسهلا مشاهدين الكرام يعقد المتقاعدون امالا كبيرا على اطلاق الملك مشروع توسيع الحماية الاجتماعية ببلادنا وشهد المجلس الوزاري الاخير تعيين حسن مبريك على رأس الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ما هي انتظارات المتقاعدين واصلاح انظمة التقاعد الى جانب اسئلة اخرى نطرحها للنقاش مع ضيفنا سي ابراهيم بالغازي نائب رئيس الفيدرالية الوطنية لجمعية المتقاعدين بالمغرب اهلا وسهلا سي بالغازي شكرا على الاستضافة تعيين ديسة حسن مبريك صرنا كثيرا لان كانت عندنا معاملات مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وكنا ننتظر هذا التعيين لان جميع ما قمنا به مع الصندوق كان ينتظر هذا التعيين ونحن نرحب بسيبو بريك كحاميل المتقاعدين لان سبق له ان تكلاف بالمديرية التعيين بالوزارة المالية وبلاكابس كان هو المسؤول عن المراقبة للصلاة التقاعد وشركة التعيين وكان حامل المتقاعدين والان بمجيئه لصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ننتظر منه ان يحل مشكل طالما انتظر المتقاعدون حله وهو الزيادة 5% المتوقعة والتي قررت من طرف المجلس الاداري للصندوق وننتظر مرسوم التطبيق ونأمن ان يصل الى حل هذا المشكل في مقارب المتقاعدون الذين لا يعرفون المستارة المتبعة في تطبيق القوانين يظنون انهم ضاعوا في الزيادة 5% 5% بادرة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بادرة حسنة لانها فريدة من لوعها ان الصندوق قرر ان يضيف للمتقاعدين 5% من ما يتقادوه ولكن الشيء المفرح هو انه قرر ان الحد الادنى الذي سيأخذه كل متقاعد هو 100 درهم في الشهر يعني ان كل واحد يتقاد معاش وعندما تأخذ منه 5% تعطي اقل من 100 درهم يأخذ 100 درهم والذي يتقاد 4200 درهم سيأخذ 210 درهم كزيادة وهذا مهم لان عندما مررنا من 55% من الخصم الجزافي الى 60% الذي يتقاد 13500 درهم في الوظيفة العمومية متقاعد من الوظيفة العمومية سيزاد في اجره في معاشه مئتين وعشر درهم والذي يتقاد 4200 درهم وهو تابع الصندوق الوطني الضمان الاجتماعي سيتقادم مئتين وعشر درهم نعم اذا هذا يعني ربح كبير لمتقاعد صندوق الوطني للضمان الاجتماعي وعلى مستوى القارة الأخيرة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي رفع صقف المسامح بعاش من سلاف درهم الى سنلاف درهم انه الاسباب لهذا الرفع مسألة الرفع استلاف درهم الى 8000 درهم بالنسبة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي امر ورد منذ قديم من ايام المدير السابق سيساعد حميد دوش الذي كنا نلتقي به لمناقشة مشكل المتقاعدين وكان يرحب بنا في اجتماع قرر في الإدارة العامة للصندوق ودام ثلاث ساعات وكان صد الرحب والإنسان المتفهم لمشاكلنا ومن بين المشاكل طرحنا عليه هذا هذا السؤال لماذا لا ترفع الصقف الى 8000 درهم فقال لنا انا معكم انني ملزم بتتبع القوانين ان القانون يحتم علي ان اطبق 6000 وعندما يأتي قانون اخر لرفعه الى 8000 او غيره فانا معكم وهذا ما تسعى اليه فدرالية جمعية وطنية المتقاعدين في المغرب هو انها تذهب الى الصناديق لتطلب منهم مساعدتنا على تصليح القوانين ونقدمها بانفسنا الى البرلمان واخذنا تعديلات مهمة في مجال ضريبي اذا لماذا لماذا يرفع من 6000 الى 8000 لان الشغيل يساهم بقسط من اجره ليعطى للصندوق ولكن المشغل يساهم ايضا اذا كان المشغل يساهم على اساس الاجر الكامل لماذا الشغيل يساهم على 6000 او 8000 درهم لانا في الاخير لا يستفيد المشغل والشغل من مساهمة المشغل لان المشغل يساهم على اساس 100% من الاجر اذا عندما يأخذ معاشه المتقاعد يأخذ على اساس 1000 درهم الآن ويخصم منه 30% والذي عنده 1000 درهم لا يأخذ معاشه الا 40000 درهم اذا الباقي 30% لماذا تصدوح هل يلي تصير صندوق والصدوق يأخذ من المشغل مساهمات على 100% من الاجر نعم على متسوى ضريبة على دخل المعاش المتقاعدين حين مناقشة اعفاء المتقاعدين ضريبة على دخل البرلمان حين مناقشة مشروع قانون المالية ترفض الحكومة باستمرار هذا المطلب لماذا أسباب دير هذا الرفض دير الإعفاء المتقاعدين أنا في نظري أنا منتي مفتيش ضرائب متقاعد إذن أعرف الموضوع بدقة وكنت من صباقين إلى اقتراح على أعضاء جمعيتي أنا رئيس أيضا جمعية متقاعدين تابعي المديرية العامة للضرائب كنت دائما أقترح عليهم ونلنا مرادنا هو أن القانون لا يسمحوا بتغيير ضريبة الموظفين المعاش الموظفين إلا بتخفيض الضريبة بتخفيض الضريبة يعني أن من يؤدي الضريبة هو الذي ينال الزيادة ومن لا يؤديها لا ينال شيئا في التغييرات الماضية كانت غير لسعر الضريبة في 2007 و2009 و2010 2015 و2019 إذن خمس تغييرات للضريبة وفي الخمس تغييرات كلها كانت نتيجتها زيادة في المعاش ولكن معاش الذين يؤدون الضريبة إذن 80% من المتقاعدين لا يؤدون الضريبة إذن لا زيادة لهم وهذا هو الظلم لأن هم محتاجون إلى المزيد في معاشهم والذين لا يؤدون الضريبة يأخذون ما خفض من الضريبة كزيادة في معاشهم والمعاشات 80% لا يؤدون الضريبة والإحصائية الأخيرة لصندوق المغربي للتقاعد يقول أن ما فوق ما فوق سبعال أفدرام سبعال أفدرام معاشهم فوق سبعال أفدرام هما 139 ألف متقاعد 32 ألف والمجموع من المتقاعدين هو 240 ألف متقاعد إذن إذا رأينا أن الإحصاء الذي أعطته الصندوق المغربي للتقاعد في نشراته لـ 2018 هي الأخيرة التي طلعت عليها هناك فرق كبير ما بين عدد المتقاعدين والجرد الذي قاموا به لأنه أعطونا عدد المتقاعدين الذين يتقادون أقل بالحد الأدنى وهذا أربعة ألف هما يخص أضن الأرامل لأنه يأخذون نصف ما عاش الزوج المتوفى إذن هادو سيدخلوا في هذا الخاند أربعة ألف من بعد كينين اللي عندهم الحد الأدنى ومن بعد كين عاطين جرد ألفين تلتالاف تلتالاف أربعة ألف خمسة ألف ستالاف وواصلين سبعة ألف وكيعطيونا ميوت سعود وثلاتين ألف كي يشدوا سبعة ألف والفوق ولكن في هادوك سبعة ألف سبعة ألف دياء سبعة ألف درام أنا أجزم أن التقاعد ديال ستالاف وسبعمائة درهم لا يؤدي ضريبة نعم والمعاش اللي فيه سبعة ألف وستمائة درهم يؤدي عشرة درهم ضريبة وششة إذن إذا كان سبعة ألف وفوق وميوتسعون وثلاتين ألف يؤدون الضرائب إذن كينة تمنمية وتسعين مليون ديال الدرهم اللي كتأديها صندوق المغربي للتقاعد كضريبة على الدخل إذن هذا لا أظن أن المعاشات معروف هذا التفصيل ديالها أنا شخصيا عندي معاش الذي تستعمله الصندوق المغربي للتقاعد لإعطاء معاشي مية وتمية وسبعين ألف درهم وأدي عليها أربعمية وتسعين وثلاتين درهم ضريبة وششة أتظن أن أربعمية وتسعين وثلاتين درهم ستنقص شيئا من قدرتي الشرائية إذا كنت عندي كلتاشرة ألف وخلتمية درهم في الشهر إذن الناس اللي عندهم معاشات مريحة يعني ما بانش لي أشغالي تزادهم بالإعفاء الضاريبي ولكن اللي عنده قل من سبعة ألف درهم وما عندوش ضريبة راسب ألف درهم ما تمكنوش من العيش إذن أنا كنفضل أنني عوض نبقى نطالبه بالإعفاء الضاريبي نطالبه بالزيادة في المعار وهذا أحسن نعم الزيادة في المعارس والإعفاء الضاريبي المراقبين يقولون بأن الاتجاه المطلب الأساسي هو إصلاح أنظمة التقاعد أو جمع مختلف أنظمة التقاعد في صندوق واحد ما هو الرأي ديالك؟ قبل من هذا أول إن الإعفاء الضاريبي ليس بممكن نعم دستور المغربي في فصله 38 و39 يتكلم عن المساهمة بالدم والمساهمة بالمال واحد يقول مساهمة في الدفاع عن الوطن واحد يقول مساهمة بأداء الضرار إذا هذا دستور ويقول أن المغاربة كلهم سواسية في الواجبات وفي الحقوق إذا كيف سنجعلوا نعثيه من المعاش من ضربة يعني المتقاعدين كيف سنغير هذا القانون الدستوري خاصة نقوله أن المغاربة سواسية في الحقوق إلا المتقاعدين ونقوله أن المغاربة سواسية بالضربة إلا المتقاعدين يعني مستحيل يكون هذا الشيء كان البند 56 من المدونة العامة للضرائب يقول أن الأوجور والمداخل وهذا والتقاعد ملزم بالضربة أجل اللي يجرى في البرلمان في آخر لحظة كي يجي تعديل مطلوب فيه تغيير البند 56 بإزالة كلمة المعاشات كلمة واحدة تزال من النص والنص يبقى على حالي إذا كان الدستور كي يحط على أن نخلص ولارتقل 56 سنحيد من هذه الكلمة إذا غير لائق أننا نطالب بالإعفاد الضاري لماذا الوزير استعمال البند 77 من الدستور لأنه إذا قدمت كتعديل للبرلمان نص وهو لم يدرج فيه مشروع المالية ولم يدرس وجهت الآخر لحظة والانتخاب سيكون وتقلص في البرلمان ويأتي 65 واحد ثلاثين صوتوا لصالح 29 ضد وسبعة يعني ممتنعين عن إعطاء رأيهم كيف يمكن برلمان في 500 في 500 في 500 395 من عضو يحضروا فيه 65 ليقرروا هذا القرار المهم هذا القرار الجريع إذا كان البربانيين كاملين نقول وراء معقول هذا الشيء الذي يداره ولكن 77 استعمله لأن المشرع عندما أدخله في الدستور كان يعلم أن مثل هذه الأشياء ستحدث والذين تقدموا بهذا نحن في الفيدرالية لم نطالب بالإعفاء كنا دائما لا نطالب بالإعفاء نطالب بأن المعاش يجب أن يزادت جريهيا كل سنة أو كل سنتين ولكن الذين تقدموا به هم الذين يتقادون معاشات مهمة على مستوى الفيدرالية دي الجمعية الوطنية المتقاعدين هم تأسات وشنو الدور ديالها مع باقي عندي مدية التقاعد إذا الفيدرالية فاناريم كان يعني متداول أنك نسميها فاناريم أسست سنة 2005 في ديسمبر 2005 وكان من المؤسسين لهذه الفيدرالية سبع جمعيات كانوا ينشطون كل واحدة على حدة ولكن قرروا في يوم يومي الأيام أنهم يجب أن يتجمعوا ليوحدوا الصف وتكون لهم كلمة واحدة ومن بين هذه يمكن أن لا أتذكر الكل منها 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 بعض الأبناء وكانوا سبعا ديال سبعا ديال الجمعيات للسوهد الفيدرالي نحن وصلين 35 جمعيات 35 جمعيات فيها التعليم فيها المالية فيها الفوسفات فيها البترولية فيها يعني 35 ومن أهم الشركات اللي كاينين نعم البنوك كلها إلا واحدة نعم ما مخارطاش ولكن كلهم إذن لزاسي رونس تهم كاينين إذن هذه الفيدرالية أحديثت للدفاع عن مصالح المتقاعدين نعم وصلنا أننا لحد الآن في 2013 حصلنا على الزيادة في الخصم الجوزافي من من 40 إلى 55 وفي 2014 ضاع منا لأن أدخلوا فيه الحد ديال 168 ألف ديرهم لأن اللي فيه 168 ألف ديرهم أقل يأخذ 55% ديال الخصم الجوزافي وما فوق يتبقوا على 40% على الكل وبما أننا مدركون بأن كان هناك غلط ما تقدمنا في 2015 في آخر 2014 بطلب لوزارة المالية بأن هذا ظلم لأن عندما أدّي ضريبتي على 168 ألف ديرهم ب55 وعندما أمر إلى 168 ألف ديرهم ودرهم وأدّي 9 ألف ديرهم زيادة عندما علم الوزير بهذا بكتاب أرسلناه له قرر أن يمرر التعديل الذي طالبنا به وصدق عليه بالإجمع إذن رجعت لنا 168 ألف ديرهم 55% وما فوقها 40% تقدمنا في 2019 بمقترح آخر لأنه طالب أن 55% تمر إلى 60% وحاولنا واستطعنا مع مساعدة فورق برلمانية ونقابية وكم شكرهم من هذا المقام أنهم مكنونا أننا نأخذوا 60% هي اللي عندنا 40% ما فوق 168 ألف وهذا 168 ألف كان طلبوا أنها ترفع علينا لكي يولي الخصم هو 60% نعم وكفي ذلك لكي تضم جمعية المتقاعدين المغرب كيف ترى إصلاح أنظمة التقاعد أو تجميعها في قطب واحد هذا الجميع حضرت الواحد الندوة كانوا فيها الربعة من المدير المدير مع جريدة من الدار البيضاء وتناقشوا على المستقبل للتقاعد المغرب للتضحلي أن كل مدير مدير كان يقول أن صندوقه هو الأحسن وأن الصندوق هو المسير تصير حسن وأنه هو اللي غادي دوم يعني في هذا الوقت اللي كان يقوله صندوق المغربية تقاعد غادي فلس السي بوجندار يقول أن صندوق بخير وأنه غادي تمشيه ولكن إذا كان جميع راه الامتيازات ديال الصندوق ديال المهاني سيامار مش هي هي ديال سيامار ومش هي ديال ومش هي ديال إذن ما يمكنش لك تجي دابا وتقول لأن المتقاعدين ديال كلها اسموه ما غاديشي قبله التوحيد لأنه كان مستويات مختلفة في المعاشات وفي كيفها تصرف وكيفها تحسب إذن هم بيينوا هذك النار أنه ما مستعدين لها العملية إذا كان القرار جاء أنه غادي تجمع ويكون البول ديال العمومي والخاص هذا طرح أخر ولكن نحن لا نرى في ال في الاجتماعات ديال الفيدرالية لدينا ربعا ديال الناس من صناديق مختلفة مختلفة ما كيمكنش لنا يقبل مني أنا أنني كنشد لدامي صالير ديالي وهو من لكي يخرج تقعد دياله يلا نص ديال صالير دياله واحد أخر ما عنده شتى ثلاثين في المياه واحد أخر عنده داك شي يعني بريمو هزيل إذن ديال جهاما ربعا الناس عندهم تابعين لربعا صناديق ما يمكنش لهم يتفاهموا على شي حل إذن كيف غادي ديروا الصناديق أنهم يتفاهموا إذن إلما جات أن القرار يتخذ وأنه سيريا كان نحضروا التغييرات كي يطروا السرية عندكم شي معلومات على أشجاري في ذاك البيرو ديتو اللي جاو إحنا متصل بين أحد مش معلين أحد وإحنا معروفين داك عندنا بوابة عندنا جاردة والتي تخرج دارها صحافي سماها صوت المتقاعد وقدنا عندنا كلمتنا كان نحضروا كينين في الساحة إذن أنت واحد مستشار معنا وليسولنا أشنا ورأينا هذا هو علش المصير ديال هاد المشروع ننتظروا نتمنوا أنه وينتشي حاجات نعم شكرا سيب الغازي على كل هذه التوضيحات شكرا مشاهدين الكرام على المتابعة ونظروا لكم موعدا جديد مع ضيف جديد